انتهى اجتماع الاطار التنسيقي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بالحنانة من دون الاعلان عن اي نتائج بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة مرسلنا قال ان الاجتماع الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات عقد بغياب زعيم ائتلاف دولة القانون النوري المالكي فيما حضره الامين العام لحركة العصائب قيس الخزعلي ورئيس كتلة النهجة الوطني فالح الفياض فضلا عن قيادات اخرى من الاطار وسط اجواء من التكتم الاعلامي وفرض الاجراءات الامنية المشددة هذا وقبل عقد اجتماع الحنانة قالت مصادر من الكتلة الصدرية انهم لا يمانعون التحالف مع الاطار اذا تخلى عن اثنين المالكي والسلاح